اشتركوا في القناة على الأيام صرنا لياليا هكذا راحت السيدة الزهراء تعاتب الزمان وأهله بهذا الصوت الذي يمتد إلى ولدها المهدي السلام عليكم وعجل الله فرجه الشريف ورحمة الله وبركاته وأعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها ونحن نعيش في هذه الليالي الأليمة على قلوب المؤمنين الليالي الفاطمية وأرحب بضيفي في هذه الحلقة أيضا فضيلة الشيخ زمان الحسناوي الباحث الإسلامي حياكم الله شيخنا العزيز وأهلا وسهلا ومرحبا بكم نعم مشاهدين الأكارم محور هذه الحلقة سيكون عن استشهادها سلام الله عليها وأثرها الروحي والثقافي على الأمة حياكم الله شيخنا العزيز مرة أخرى قد يشكك البعض بحادثة الاعتداء على البيت المبارك هل فعلا حصل الاعتداء مع أنه من المسلمات التاريخية وكيف لنا أن نستدل بالأدلة التاريخية على طريقة موتها سلام الله عليها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين اللهم صل على محمد وآل محمد الإجابة على هذا السؤال تكون كالآتي باختصار طبعا وإلا الكلام يطول نعم مرة أتكلم على إثبات ظلامة السيدة الزهراء على المستوى الجسدي طبعا نعم من خلال التراث الشيعي ومرة أستدل على ذلك من خلال تراث الآخرين في الواقع نعم أما على المستوى الشيعي فعندنا روايات واردة عن أئمة آل البيت عليه السلام في ذلك نعم وأخبار في ذلك هذه الأخبار تبتدئ من كتاب سليم بن قيس اللي عاصر أمير المؤمنين عليه السلام وعاش في زمانه وذكر ما جرى على سيدة نساء العالمين عليه السلام وما يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يمتد على مستوى بقية الأئمة الأظهار سلام الله عليهم أجمعين ويصل مو فقط من خلال الأئمة حتى من خلال الشعر وغيره والأخبار التاريخية التي ذكرت كما الآن سأمر على بعضها إن شاء الله تعالى يعني مثلا ما نقل عن سيد اسماعيد الحميري سيد اسماعيد الحميري معاصر الإمام الصادق ومن الثقات معاصر الإمام الصادق تدرون الشعر عند العرب يوثق الحقائق نعم وما يجري في زمنه الشعر مصدر المصادر التاريخ عند العرب نعم أو قطع الله قطع الله يدي ضاربها يقول عن السيدة الزهراء نعم حيث سيد اسماعيد بزمن الإمام الصادق عليه السلام والوقت قريب فيما بينه سليم زمن أمير المؤمنين روايات ذكرها المجلس جمعها في البحار وغيرها مثلا من الروايات كتاب الإختصاص للشيخ المفيد من روايات ذلك كتاب الإختصاص للشيخ المفيد رحمه الله ذكرت فيه روايات على إسقاط المحسن ظلما وعدوانا مثلا ما جرى على السيدة الزهراء على مستوى الجسد من ظلام وغير ذلك أكو روايات في كتاب الإختصاص للشيخ المفيد نعم هس روايات أخبار تأريخية أشعار بعض الكلمات لعلماء الشيعة المهمين في تأريخ الشيعة يعني مثلا الشيخ الطوسي في كتاب تلخيص الشافي وكتابه الشافي للسيد المرتضى تلميذ المفيد والطوسي تلميذ المرتضى الشيخ الطوسي الذي يعبر عنه بشيخ الطائفة في كتابه تلخيص الشافي يقول ما نصه والمشهور الذي لا خلاف فيه بين الشيعة وإحنا الآن بالجواب الشيعي والمشهور الذي لا خلاف فيه بين الشيعة أن إلى آخره ضرب فاطمة على بطنها فأسقطت محسنا أو محسنا هكذا يقول الطوسي تلميذ المرتضى والمفيد والمشهور الذي لا خلاف فيه بين الشيعة مسلم أن فاطمة تعرضت إلى ضرب عبارة ذيكي طبعا يقول أصل النص داك وهذا الضرب أدى إلى إسقاط المحسن عليه السلام والآثار الجسدية الثانية وغير ذلك على المستوى الشيعي إنسان الذي يرى تفاصيل يرجع للبحار الجزء المخصص بالسيدة الزهراء عليها السلام الشيخ المجلسي رحمه الله خلى فصل كامل لظلامتها في الواقع كتاب السيد مرتضى العاملي مأساة الزهراء الهجوم على بيت فاطمة غير ذلك من كتب أنفت في هذا الجانب هذا على المستوى المختصر هذا مختصر شديد على المستوى الشيعي أما على مستوى الآخر تخلم بهذه الطريقة على المستوى الغير أي المستوى الآخر المستوى الآخر لما تبعت أخباره في ظلامة الزهراء شفت ذكرى لظلامة الزهراء على مراحل بس انتبهي يعني خلينا أخوي تفتولي كل شيء وأيضا المشاهدين معنا بلا شاء أنا على طريقة المنبرق لأخواني تفتولي نعم هستم مشاهدين بغير تفتولي بعمل تعود على طريقة المنبر نعم لما رجعت التراث الآخرين بموضوع ظلامة الزهراء شفت ظلامة الزهراء ذكروها من خلال مراحل المرحلة الأولى نعم مرحلة الصحاح عند الآخرين مرحلة الصحاح اللي أشارت لفقط أن الزهراء ماتت وهي غاضبة أو وهي واجدة أو وهي مهاجرة ما ذاكرين طريقة الموت؟ هل سليش يربطوها كله بالإرث وفدك وانتهى الموضوع تشابك هذا المقدار الموجود في الصحيحين أنها ماتت غاضبة وواجدة هذا مسلم هذا مسلم أنه ماتت وهي غاضبة ماتت وهي واجدة ماتت وهي مهاجرة هو هذا الحديث بحد ذاته هو فيه كلام كثيرا فيه كلام كثيرا هذا مستوى نعم أكو مستوى ثاني والمرحلة الثانية المستوى الثاني غير الصحاح نعم وهذا تمثل مصادر قديمة تقول لي مثل شنو مصادر قديمة؟ المصنف لابن أبي شيبة الكوفي وابن أبي شيبة أستاذ البخاري والبخاري عاصر الإمام الهادي وابن أبي شيبة أستاذه نعم فأني أتكلم عن مصدر جديد وقديم أتكلم عن الطالب أم عن الأستاذ لا قديم نعم يعني ابن أبي شيبة أم عاصر أمتنا الأواخر كان في زمنهم أنتم تقولون أنه القديم أم الحديث أنا أقول القديم أحسنت وأن نأخذ الكلام من الأستاذ أم من الطالب أحسنت نعم منطقيا هذه مصادر للمتأخرين ومصادر المتأخرين إذا لم تنقل عن المتقدمين فإحلال أبدا المصنف لابن أبي شيبة الكوفي أستاذ البخاري وتلميذه كان معاصرا لإمامنا علي الهادي أستاذ شنون نعم زمن في مصنف ابن أبي شيبة الكلام لا اختلف شي يقول نعم يقول لما مات النبي اجوا جماعة إلى بيت فاطن يقدبهم شخص معين نعم ذولا وكفوا أمام بيت الزهرة وقالوا يا علي أخرج يا علي أخرج وإلا أحرقنا عليك دارك نارا أخرج يعني هددوا بحرق الدار على ميرجو بصريحة العبارة هددوا 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 ها هنا أنا بعد القضية مو قضية بس فداكيو مرحلة متطورة الثالثة مرحلة ابن قتيبة الدينوري نعم المتوفى سنة ميتين وكذا للهجرة إذا ما تخوني الذاكرة ميتين وخمسة وثلاثين للهجرة نعم قريب ميتين إذا لم تخوني الذاكرة بس القدر المتيقن عندي نعم أنه ميتين وكذا للهجرة نعم يعني معاصر للأئمة متقدمين نعم متقدمين قبل ولادة إمام زمان واضح إمام زمان ميتين وخمسة وخمسة نعم سلام الله عليه ابن قتيبة في كتابه الإمامة والسياسة يقول لا يجوا إلى بيت الزهرة وأنا مسؤول عن هذا كلام موجود في الإمامة والسياسة نعم بالجزء الأول كتاب الإمامة والسياسة ابن قتيبة دينوري نعم يقول إجوا إلى بيت الزهرة واقتحموا الدار أو كسروا الباب الثانية ما كان مسكوت عن الاغتحام الآن صار الاغتحام على صار دخول الباب وصار أكو كلام للزهراء يا أبتاه يا رسول الله ماذا لقينا من بعدك من من إلى آخره وبعديا جاء من جاء ليعتذر والزهراء رفضت وتفاصيل بهالشكل هذا ولكن ما كو إشارة الكسر ضلع يقول إسقاط جنين أو دفع باب أو وإنما صار أكو اقتحام ودخول وانتهى الموضوع عند هذا الحد نعم ها ينفد مرحلة أكو مرحلة أخرى الرابعة الرابعة يجي صاحب كتاب فرائد السمطين اللي هو الجوين الشافعي نعم هذا نقل رواية عن رسول الله شي يقول صلى الله عليه وآله أنه النبي لما دنت منه الوفاء جمع فاطمة وعلي والحسن والحسن وبكى لماذا تبكي؟ قال لما نظرت إلى علي ذكرت ضربته على القرن ولما نظرت إلى الحسن ذكرت كبده المسمون ولما نظرت الحسين خبعد واضح ولما نظرت إلى فاطمة كأني بها وقد دخل الذل بيتها وانتهكت حرمتها وكسر ضلعها يوصف الأشخاص المقتحمين بالذل تشوف وقد كسر ضلعها إشارة وهي تستغيث فلا تغاث وكذا إلى آخر إحنان الكلام بعد صار يختلف صار كسر ضلع ودخول ذل وانتهاك حرمة بيت وتعدي المرحلة الرابعة صارت كل شيء واضح نعم إضافة إلى ذلك الكتب اللي ترجمت للنظام والنظام أيضا متوفى سنة ميتين وكذا للهجرة يعني مو كل الأرقام كاملة عدي بس قدر متيقن النظام ميتين وكذا للهجرة متقدمين متوفى متقدمين كل أو أكثر أو قسم من الكتب اللي بينت حياته وتكلمت عنه من كتب الآخرين كتب الرجال عند الآخر النظام كذا النظام كذا النظام كذا طبعا هو من رجال المعتزد المعروفين الأساسيين نعم يقولون هذا آخر عمره صار به خرف نعم وصيبة بالخرف ليش ليش يقولون هذا آخر عمره كان يمشي ويقول إلى آخره بسببه أو كذا أسقطت السيدة الزهراء محسنة السيدة الزهراء ضربت فأسقطت محسنة يثبت قضية هذا في آخر عمره وهو من كبار علماء الآخرين من كبار النظام فيقولون لأنه كان يقول ذلك بدأ يهجر يهذي آخر عمره مخرف يقول فاطمة ضربت إلى آخره فأسقطت محسنة هذا ليس من أتباع هذا البيت المحسنة قضية أخرى خبر تأريخي نعم تنقل أقدم المصادر من مصادر الآخرين ينقل هذا الخبر ينقله نعم أقدم مصادر الآخرين ما يقول الخبر يقول أن الأول لما دنت منه الوفاة قال أكو ثلاث أمور ياريتني ما سويتها فعلتهن وليتني لم أفعله وأكو ثلاث أمور ما فعلتهن وياريتني فعلتهن وأكو ثلاث أمور كان يفترض أن أسأل النبي عنهن وما سألته مجموع تسعة تسعة هاي عنده وفاتي وحدة من الأمور اللي يقول أنا سويتها فعلتها وليتني لم أفعلها دخول بيت فاطمة لم أدخل لم أفتح أو لم أدخل بيت فاطمة ولو أغلق على الحرب ضدي ولكن نحن افتحنا بيت فاطمة وليتني لم أفعل ذلك هذا يثبت شيخنا العزيز أقول على المستوى الشيعي نعم واضح على المستوى الآخر القضية مستحدثة وجديدة لو الشيعة يردون يبتشون الناس بيها لو البعض يسميها أسوال فروزخونية هذا كلام مصحيح هاي أخبار موجودة في مصادر مؤلفة من سنة مية وكذا للهجرة أو سنة ميتين وكذا للهجرة وهكذا التماشي شيخنا العزيز خلينا نتعمق شوي شنو هو الموقف الأكثر ألماً للسيدة الزهراء سلام الله عليها في هذه الحادثة كل ما جرى عليها موقف أكثر ألماً من اقتحام بيتها أصلاً من عدم رعاية حرمتها بابو فاطمة يا أخيات بابو فاطمة بابي يعني النبي يجي يوقف على باب الزهراء يقولها أتأذنين لأبيكي بالدخول يتقولها يا رسول الله البيت بيتك وأنا بنتك خادمتك قالها هكذا أمرني ربي أن ما أدخل بيتك إلى أن أستأذن منك هذا منه سيد الخلق محمد أمرني ربي مرة ثانية ساي بيها من جانب أخلاقي مهم مرة ثانية النبي يجي يستأذن البيت الزهراء ويا فلان الأعمى قالها تأذني لي بالدخول قالت لا ادخل يا رسول الله قالها وياي فلان الأعمى قالت لا يا رسول الله خلال بس حجابي ذاياك فلان الأعمى قالها أعمى ما يشوف قالت لا يشم الريح يا رسول الله نعم نساء أنا خلت اسمه الخلاصة النبي كان يستأذن الزهراء يا الله يدخل بيته ويقول بابو فاطمة بابي وحجابها حجابي ما أدري واضح الكلام وإذا يصير هجوم على بيت الزهراء علينا السلام واغتحام لبيت الزهراء علينا السلام وهذا مؤلم يوم مؤلم شيخنا العزيز بالنسبة إضافة إلى كسر ظلاء إضافة إلى إسقاط جنين بالنسبة للقضية الاغتحام ماذا نتج من قضية الاغتحام على البيت المبارك هل أنه فقط دخول للبيت وفتح الباب أم أن فتح الباب أدى إلى انتهاكات أخرى في المستقبل لذريتها سلام الله وأريتكم أن الحسين أصيب في يوم السقيف فبظلع الزهراء كم ظلع قدس رضت الخيل في ثرى البوغاء فبظلع الزهراء كم صدر قدس رضت الخيل في ثرى البوغاء خرجت فاطم لقبر أبيها مستخيثة لا كزين بالحوراء هذه بين لمة من نساها تلك ما بين جحفل الأعداء هذه أجهش الورى لبكاها تلك قاسة شماتة الخصماء الأصل هذا هو فتح هذا الباب الفاطم فتح باب المصائب على أهل البيت ذاك يوم هذا يوم حتى على شيعة إضافة هتك حرمة البيت كسر ظلع الزهراء إسقاط جنين الزهراء أخذ أمير المؤمنين مكبلا ملببا بحمائل سيفه علي أخو رسولي أنت أخي في الدنيا والآخرة علي 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 أعلمكم علي أقضاكم علي علي يحب الله ورسوله ويحبه علي ضربة عليني يوم الخندقت عادل علي برز الإيمان كله يؤخذ بهذه الصورة وإذا يؤخذ علي بن أبي طالب بهذه الطريقة إلى المسجد بايع أو إلا نقتلك ويصيح بعض صوته لما دخل للمسجد ابن أم يباو على القبر النبي إيه هاي السنن شوفها هاي أول حلقة سؤلفنا إذا ذكرون تشابهت قلوبهم على المستوى السلبي وحتى على المستوى الإيجابي يعني خط النبوة والإمامة ونفسها تشابه القلوب بالنسبة للإيمان ومناك أهم الكفر ومناك أهم تشابه القلوب مناك أشابه قلوب أهل الإيمان ماذا يقول لمن دخل المسجد؟ ابن أم إن القوم استضعفوني صيح وكادوا يقتلونني وأنت مني بمنزلة هارون من موسى بعيد كما قال هارون حديث المنزل ثابت عند جميع المسلمين كما قال هارون نعم اللي قال هارون قال على ابن أبي طالب إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني قل للنبي صلى الله عليه على مرأة ومسمع المسلمين قالوا لها أن الزهراء خلصتها من القتل طبت للمسجد خلفها قالت لهم خلوا بإنعمي وإلا هدتهم بأن أكشف عن رأسي وشي صير خيسي؟ وإلا علي يرجع أو علي يرجعي وأكشف عن رأسي رجعوا لها علي خافة وإلا كان عندهم غير نية مع أمير المومي عليه السلام شيخنا قبل نروح للفاصل ماذا لو لم تحدث هذه الظلامة وهذا الأغتحام؟ ما الذي كان سيجره؟ بالنتيجة أمير المؤمنين عليه السلام السيدة الزهراء عليه السلام كانوا ماشيين بمشروعهم اللي هو استكمال الرسالة ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم استكمال الحلقات هاي بزيارة عاشراء لعن الله أمة أزالتكم عم مراتبكم التي رتبكم الله بها هذا استكمال الحلقات اللي كان يفترض أن تمشي بشكل سلس وواضح اللي النبي راده النبي أول دعوته قال لهم من منكم يؤازروني على أن يكون خليفة يقام علي قال لها أنت خليفة هاي أول الدعوة النبي آخر عمره قال من كنت مولا في حادثة البيت أول الدعوة قال لها أنت خليفتي آخر حياة النبي يقول من كنت مولاه ويقول لأتوني بدوات والأكتب ما أنت مسكتم يعني هذه الثقلين من أول الدعوة الآخر الدعوة النبي يركز على هاي الأمور الأمور خلي تمشي من بعد يعني سخافي يجي واحد شي يقول يقول يعني من أول الدعوة هو كان أكو واحد يفكر بهذا الموضوع السيرة النبوية السيرة النبوية لإبن هشام وهي السيرة المعتمدة عند الآخرين من المسلمين نعم جوا جماعة من المدينة يبايعون النبي نوقف وياك والنصرك والنبي كان بحاجة الناصر بشرط بشرط شنو الشرط؟ قال لولا على أن يكون الأمر لنا من بعد هاي بأول دعوة بأول البعث على أن يكون الأمر لنا قالهم الأمر لله يضعه حيث يا شهر نعم شخنا العزيز نفهم أنه لو لا هذه الحادثة لا استكمل أمير المؤمنين والسيدة الزهراء المشروع الإلهي ولكن هذا أصبح نقطة نظام ونقطة تحول في هذا المشروع والرسالة الإلهية نذهب في فاصل قصير لو سمحتم ونستكمل إن شاء الله مشاهدين الأكارم فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله حياكم الله مشاهدين الأكارم مرة أخرى وفي هذه الحلقة الخاصة بذكرى شهادة سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها وأيضا أكرر ترحابي بضيفي الباحث الإسلامي قضيلة الشيخ زمان الحسن ورحياكم الله الشيخنا العزيز مرة أخرى الخادم من خدمة الحسين بعلوي مقامكم بالحسين إن شاء الله الشيخنا العزيز تكلمنا قبل الفاصل عن قضية ظلامتها سلام الله عليها الآن نذهب للحظاتها الأخيرة سلام الله عليها بلا شك هي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وهي أولى من تعمل بالسنة بلا شك من السنن قضية الوصية لو نتطرق لبعض الوصايا التي أوصتها لأمير المؤمنين سلام الله عليها يعني أنت تأخذنا إلى لحظات مؤلمة حقيقة بلا شك ونحن نعيش أجواء ليلة الاستشهاد لحظات مؤلمة وصايا الزهراء كانت كلها مؤلمة كظلامة الزهراء ولهاية وصاياها أصلا الشكل جزء من ظلامتها وليها السلام ومو فقط ذلك أحني أكو جانب تربة وصاياها نقدر نمر عليها بسرعة وأكو جانب مظلومية وظلامة ورسالة أكو جانب أكو جانب نأخذ باختصار الجانب التربوي بوصاياها عليه السلام يعني مو كل مواردة قسم يعني من موارده أنها أوصت أمير المؤمنين عليه السلام بالحسن والحسين خيرا وطبعا عن ابن أبي طالب لا يحتاج إلى وصية هذا الأمر صحيح يولا نعم ولكن هو التوصية بذلك بحد ذاته رسالة نعم بحد ذاته التوصية بالأولاد والاهتمام بيهم متابعة شؤونهم هذا بحد ذاته رسالة رسالة إلي وإلك ولكل من يقتدي ويتأسى بالسيدة الزهراء نعم أنه الاهتمام بشؤون الأولاد الأسرة الإنسان يخليه حتى جزء من وصيته شقد أمر مهم يعني وصيك بالحسن والحسين خيرا مع أن علي لا يحتاج إلى توصية بالحسن والحسين علي إمام معصوم تعمل بالسنة سلام الله علينا تطينا رسالة تخليه أمامنا هذا الأمر تخليه أمامنا في آخر اللحظات وهي تبذل تخليه أمامنا شوف هاي الاهتمام بالأولاد متابعة شؤونه مش قد مهم اللي الزهراء على فراش الموت وصيتها يكون ذلك هذا أمر أول أمر ثاني تربوي حتى لوحي الظلام نعم الأمر الثاني التربوي تقول للأمير المؤمنين كلمات أنا ما قايلها على المنبر بصراحة يعوز علي ما أقولها هل عهدتني إلى آخره أنه قال لها أنت ما أقدر أقول هذه الكلمات بصراحة يعني يعوز علي أن أقولها يعني مضمونها أنه هلفت يوم من الأيام صدر مني فشي تجاهك لا سامح الله مثلاً يعني قالها حاشا لله يا ابنة النبوة يعني لم أرى منك إلا الخير والصدق والشكل هذا فكأن السيدة الزهراء تريد توصل رسالة لكل زوجة والكل إمرأة أنه تعاملك مع زوجك يجب أن يكون على المعايير الصحيحة هذه المعايير التي تفضلت فيها وقالت يوم ما يصدر منها إلا الخير وهي أم الخير ومصدر الخير ومنبع الخير هذا إن تربية إن هذا هذا إياك أعني واسمعي يا جار هذا أنه أنت يا مرأة كون ما يصدر كذب تجاه الزوج ولا كذا ولا أذية ولا ما أدري إيش والإمام علي عليه السلام قال ما مضمونه أنه أنا ما يوم أذيتش ما يوم كذا ما يوم إلى آخر يشوف هذا التعامل الثنائي ينطفد رسالة عظيمة عظيمة هذا بالجانب الترب أما جانب الظلامة وإيصال الرسالة بالتاريخ مولانا فقلت للأمير المؤمنين عليه السلام غسلني من خلف الثياب وإحنا عدنا بالرواية أنه فاطمة غسلها أمير المؤمن فسئل الأئمة أنه ليش أمير المؤمن هو إمرأة تغسلها قال فاطمة صديقة والصديقة ما يغسلها إلا الصديق فاطمة بهالجانب إلها شيء خاص كما في كل جوانب إلى شؤون خاصة عليه السلام خلاصة إلها شيء خاص السيدة الزهرة هو الإمام علي يكون يغسل قالت لغسني من خلف ثيابي فإني طاهرة مطهرة طاهرة مطهرة بجوانب بحث بأكمله عقدية و جوانب أخرى وآية التطهير وغير ذلك لعله جوانب ثقية وغير ذلك أمور كثيرة هناك وغير ذلك يمثل جانب من جوانب وصاياه بعد قالت له تشيعي خي يصير بالليل لأن ما أريد اللي يظلموني يحضروني جناستي لأن ذول الظلموني سيدة الزهرة قالت له الأمير يعني تريد شو تقول هالشي كله تقول تريد تقول له ذول الظلموني خايفين من كبعات ظلمهم إلي مرأة ومسمع من المسلمين وعلى مستوى التاريخ من ذاك الوقت وامتدادا ما راح يسكت عنهم التاريخ نعم الزهراء تظلم مو مسألة عادية ولا يتم المرور عليها مرور وتنسى المسألة خطيرة فاطمة بضعة مني الله يغضب لي الله يرضى فالزهراء تكون غضبانة ومظلومة من قبل آخرين هاي مسألة خوف ولهذا الآخرون حاولوا كما يعبر بين قوسيا ترطيب الأجواء إلى آخره إجوا وزاروا فكان الرد عنيف تجاههم الزهراء قالت له الظلموني واللي تقمصوا الخلافة منك وقتلوني تسببوا بمقتل جنيني ذول أدري بيهم يردون يحضرون بجناستي ويردون يشاركون بدفني حتى ينطون فكرة أمام الناس أنه ماكوا شيء ورجعت الأمور والأمور طبيعية وأنا ما أريد هاي الرسالة توصل خاطئة ولهذا يا أمير المؤمنين شيعني بالليل ما أريد هم يعلموني بتشيعي ولا يحضروني بدفني شيخنا العزيز من الوصايا كما ذكرتم أنه تشيع ليلا وتدفل ليلا لماذا لم يتم الكشف عن قبرها سلام الله عليها من قبل أمير المؤمنين أولا والأئمة سلام الله عليهم باعتبارهم يعني أعلم بمكان قبرها سلام الله عليها وبقي مخفيا إلى الآن وبعض الأئمة تم الكشف عن قبورهم كأمير المؤمنين سلام الله عليهم وباقي الأئمة جميل هو هذا اللي أريد أقوله اللي أريد أقوله تشيع حليلا خلت حاجز ومنعت حضور ظلمته اللي ظلموها يعني تشيعه ولهذا هم ثاني يوم جنجنونه بجودة قول باب الصبح شوك التشيع فاطم طلع لهم المقداد قلهم دفنت فاطم كان أكو محاولة لقضية بعديا هو أنا أقول خطوة خطوة شو أنتوا فينا تفاضل إحنا البار حسأناكم قلتوا الأمر يحتاج وقت كلهم يحتاج وقت إحنا أخذنا وقتنا نفذنا وصية الزهرات فناها بالليل مثل ما يتري سيدة الزهراء مارت واحدة شيحة ولا واحد يعرف قبرها نعم فصارت أكو محاولة واندفنتوها سيدة الزهراء منعت من أن واحد يعرف قبرها صدر قرار إحنا أكو قبر مدفون جديد فلينبش هنا تدخل أمير المؤمنين قالهم الدخول للدار أكو بي وصية نبش قبر الزهراء ما بي وصية فعن هنا راح أدخل المعركة ولبس قباءه الأصفر قباء الحرب اللي كان يلبسه بالحرب ومشى بالشارع من شوارع المدينة حتى يوصل فكرة وسطة الفكرة تركوا أمره نبش القبر أو القبور البيزود خلي ينبش طبعاً طبعاً هذه القضية خط أحمر نبش قبر الزهراء المقصود فالتشيئ حمكان ليلة وصياها بعد ضيع موضع قبري وهذا بيرسالة تقول لأمير المؤمنين هنضع قبر لفترة وبعدياً الأم عليهم السلام دلوا شيء لأمير المؤمنين أخفي قبره لألا ينبش من قبل بني أمية خوفاً من نبشه قبر الزهراء بيرسالة رسالة أنا ليش قبري ضائع أنا ليش بفنت فيها أنا ليش شيعوني بالليل وأني ليش شيعوني عشرة مع أنه الناس العاديين اللي موتون وشيعون بالنهار ويحضرون تشييعهم الناس كأنما أرادت إيصار رسالة عبر التأيير دائماً ما بقي الليل والنهار هاي الرسالة موجودة ليش أنا فاطمة الزهراء قبري ما واضح ليش أنا فاطمة الزهراء اندفنت بالليل ليش تشييحي كان عشر نفرات ليش مظلومة بكل شي ليش غاضبة ليش واجدة ليش مهاجرة ليش رافضة لللي تقمصه بعد النبي ليش رافضة ليش ما بايعت انتمو ترون عن أبي من بات وليس في عنقه بيع لإمام زمانه مات أنا ما بايعت الخلل وين؟ هناك خلل أكو خلل وين الخلل؟ تردون تجيبون الخلل إلي أنا يرضى الله لرضاي ويغضب لغضبي وبضعة مني وأنا سألتكم سامعين من أبوي قلتوا سمعنا وأنا سألتكم قلت لكم سامعين من أبوي يقول يرضى الله لرضاها ويغضب واحد منهم قال بأذني من فم رسول الله قالت اللهم مشهد أني غاضبة بصريح العبارة وأمام المسلمين ليش أنا غاضبة؟ هذا السؤال ينطرح ليش غاضبة؟ فاطمة الزهران اللي الله يغضب لغضبها ليش غاضبة؟ بلا شك هي ما تغضب على الأمور البسيطة العادية ليش تبكي ليلة ونهارا؟ ليش على ابن أبي طالب بناء لها بيت أحزان تقعد بيه من الصبح للليل تبكي؟ بيت أحزان على شنو بيت أحزان؟ بعد ما أزعجهم كثرة البكاء؟ قال لماذا 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 مهم تصل حتى المشروع اللي اشتغلت من أجل الزهراء يبقى ووجودنا الآن أنا وياك ووجود المؤمنين الآن هو هذا الدليل على نجاح مشروع الزهراء وإلا هذا ما كان ينوجد الآن كلامنا عن السيدة الزهراء وطرح هذه الأسئلة وبياننا لما قامت به السيدة الزهراء هذا دليل عملي على مشروع نجاحا لهذا كله سوته من أجله تداخلا مع الكلام اللي تفضلته ليش أو لماذا يحرص المؤمنون الشيعة على إحياء الثلاث روايات لشهادة مولاتنا السيدة الزهراء سلام الله عليهم مذهب أهل البيت قائم بما قامت به الزهراء بعد رسول الله وبشهادة الزهراء إذا بعض الأحبة يصور هذه عواطف براحته بس أنا أعتقد معطيات عدي قناعة راسخة أن حق آل البيت ومذهب آل البيت الكريم قيامة على أساس ملامة الزهراء وما جرى عليها بعد النبي الأساس لمذهب آل البيت موقف الزهراء بعد النبي وما جرى عليها هذا الأساس هذا أساس حق آل البيت عليه السلام اللي بنى وعليه كل شيء اتوقع لأجل هذا الأساس نعم ينقل زكريا بن آدم اللي بالرواية الله يدفع أهل البلاء به عن قم كما يدفع البلاء زكريا بن آدم القمي يدفع البلاء به عن أهل قم كما يدفع البلاء بموسى بن جعفر عن أهل بغداد هالشكل ورد اللي قال في الإمام الرضاء المأمون على الدين والدنيا زكريا هذا يروي رواية دخل الرضاء على الجواد فوجده متفكرا قلب شنو تتفكر والدي قال ذكرت ما صنع بأمي فاطن أما والله الباقي ما أقدر أقول ذكرت ما صنع بأمي فاطن آية الجواد شنو ولي صنع بأمه فاطن هذا الظلام يعني أكو 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 حادثة هاي الظلامة اللي نتكلم أكو حادثة شيخنا العزيز كل معصوم من المعصومين سلام الله يعني ترك أثر كبير في نفوس المسلمين هي خير مثال وخير قدوة ماذا تركت لنا من الأثر الروحي سلام الله يعني خير الدنيا والآخر خير الدنيا شوف أقول لك شيئة هنا على طريقة نعم اللي أحبت كلام بيها بواقعية متنظير الأثر الروحي والثقافي لها شوف الأثر الروحي نعم شي سوي مع التعلق بمعرفة هذه السيدة ومحبة هذه الزكية الطاهرة المعصومة نعم سلام الله يعني الحسين دخل في نقاش مع الحر وهذا سبب توفيق الحر الحر شون سبب توفيق أطالع لقتال الحسين شون يوفق للتوبة جعب الحسين أرعب بنات الرسالة شون يوفق للتوبة يوفق للتوبة الزهراء شلوع دخل في حوار مع الحسين وقال للحسين ما تروح منا وأنا أحاصرك حسين قال لها تتحاصر قال لها ثكلتك أمك قال لو قالها غيرك لأجبته بالثكل كائنا من كان غيرك يقول لي ثكلت أنا الشجاع أنا الحر تقول لي ثكلتك أمك لو غيرك يقولها أقول لها ثكلتك أمك بس ليش ما أقوله ولكن ليس لي إلى أمك سبيل أمك فاطمة الزهراء ما أقدر أتجاوز يو أذكرها بسوء يو أحجي أنا أحترم الزهراء هذا احترام للزهراء سبب لتوبة يوم عاشورة إجد الحسين مطرقا برأسه قالبا درعه وهذا يعد الشجاع صعبة قالبا درعه مطرقا برأسه وواضعا المصحف على رأسه يبنى رسول الله السلام عليك يبنى رسول الله الحسين قال من المسلم علينا في اليوم الذي قل فيه ناصرنا وكثر فيه واترنا قال الذي جعجع بكم وأرعب بنات رسول الله قال الحرء بن يزيد قال نعم ما عندك جاي قال طالبا التوبة هلي من توبة والصبح إذا تنفس تنفس عليه صبح الحسين بالتوبة قال انتو بتتاب الله عليك قال أول من آذا كان يا أبا عبد الله أريد أول من يقتل بين إيديا كان ففعلا هو كان أول الأشخاص الذين أستحي عيني توقع بعينك ما أقدر أباوع لك أنطيني فرصة خلي أقاتل وأخدمك وأستشهد بين إيديك أنت حر كما سمتك وقف عليه الحسين قال أنت حر كما سمتك أمك أنت حر في الدنيا والآخرة شيخنا العزيز هذا أثر هذا العلقة هاي المعنوية والاحترام لمقام السيدة الزهراء اللي خلفتها السيدة الزهراء نعم شوف إيش أثمر وإيش أنتج الكلام يطول في هذا المضمار ولكن حتى نختم هاي الحلقة هاي السلسلة اللي تكونت من ثلاث حلقات وهذه الأخيرة ماذا تريد مننا السيدة الزهراء سلام الله عليها ونحن في زمن ولدها المهدي المنتظر سلام الله واحد طاعة الله تعالى وترك المعصية هذا أساس ولقد بعثنا في كل أمة رسولا شي يقول أن يعبدوا الله واجتنفوا الطاوت سورة النحل آية أساس واحد ثابت واحد اثنين معرفة أهل العصمة بالمقدار الممكن حتى ميتتنا تكون إيمانية مجاهلية آية اثنين ثلاثة نصرة الحق وأهل الحق إن تنصر الله ينصركم ويثبت نصرة الحق وأهل الحق حس النصرة إلها أشكال وإلها مراتب وإلها درجات بس واجبنا أن ننصر الحق وأهل الحق أنا أعتقد بهاي الأمور الثلاثة السيدة الزهرة عليه السلام إن شاء الله تكون راضية عنا إن هيئ أنفسنا الإمام زماننا يعني شو ننهيئ أنفسنا الإمام زماننا؟ يعني نهذبها ونزكيها ونقدبها نعم ونتوجه الربنا جل وعلا نسوي ما يرضيه ونترك ما لا يرضيه هالشكل هذا إن هيئ أنفسنا الإمام زماننا بحيث شووكت ما ظهر إمام زماننا إحنا إن شاء الله جاهزين للنصر مو نتهيأ الإمام زماننا نصير مهوسين بالأحداث في العالم وشو صير قلنا باتشر عقبة بعد عقبة يومين ثلاثة شهر مو هاي الطريقة الصحيحة اشتغل على نفسك مو هاي الطريقة الصحيحة لانتظار إمام زماننا أن ننهذب أنفسنا ونزكيها نسوي الواجب نترك المحرم نصدق بالقول نأدي الأمانة حسن الجوار غض البصر عفة ذن يا أمتنا رادوهن من عندنا إذا ذن ننجحن بيهن إمام زماننا يكون راضي عنا إن شاء الله شو وقت هم يظهر إمام زماننا نحنا منكون جاهزين إن شاء الله لنصرتي أحسنتم كثيرا شيخنا العزيز بلا شك في كل سطر من أسطر حياة السيدة الزهراء عليه السلام هو الدرس وعبرة وحتى الدمعة هي تغسل قلوب العاصين وتكون شفيعا للمذنبين في يوم القيامة إن شاء الله فيا للخسارة والحسرة لهذا الخلق بفقدهم مثل هذه الإمرأة العظيمة شيخنا العزيز وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة وافر الشكر والأمتنان لجنابكم وحضوركم الباحث الإسلامي فضيلة الشيخ زمان الحسناوي بالغ الشكر والأمتنان لجنابكم نعم مشاهدين الأحبة وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة سائلين الباري عز وجل ألا يحرمنا من الدنيا بالدمعة على هذه السيدة الطاهرة والحضور في مجالس عزائها ونسأله تعالى أن يرزقنا شفاعتها في الآخرة إن شاء الله ببركتها وببركة أبيها وبعلها وبنيها إن شاء الله سائلين الباري التوفيق والسداد لكم إن شاء الله ولفضيلة الشيخ أيضا أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وببركاته اشتركوا في القناة